تابت أوقاتكم الأسبوعية الاقتصادية في نوس نيوز تسلط الضوء على مقله رئيس البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بالمغرب بخصوص استقرار الاقتصاد الوطنية بالرغم من الرياح المعاكسة وذلك بفضل تماسك الأسس الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الاستباقية تعلق الصحيفة قدم هذا التشخيص الذي جره خبراء صندوق النقد الدولي للصحافة الوطنية حصيلة إيجابية ومرضية للاقتصاد المغربية وتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3% خلال العام الحالي و4.5% عام 2015 نتحول إلى يومية أوجود ويلو مغاكة التي تسلط الضوء على المشاورات الإقليمية التي انطلقت في السخيرة والتي ينظمها المكتب العربي في برنامج لوم المتحدة الإنمائية بالتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وتهدف إلى استعراض الإنجازة التي تحققت والتحدية القائمة بالنسبة لمكافحة الفساد وتعزيز النزهة في البلدان العربية شدد المجتمعون على أهمية جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزهة بنسبة لبلدان العالم الثالثة ولفتوا إلى أن الفساد رهين بالوعي وارتفاع سقف طموحات وتطلعات المواطنين بشأن تعزيز النزهة ومكافحة الرشوة إلى يومية الأحداث المغربية وفيها نطلع مقالنا حول قمة مراكش لريادة الأعمال نقرأ فيها المرأة حاضرة بقوة في القمة حتى قبل الافتتاح الرسمي لنسختها الخامسة اخترت القمة الاحتفاء بالمرأة المقاولة في لقاء ترأسته مستشارة الملك محمد السادس زولي خناصير بحضور كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة إلى جانب الوزيرة المنتدبة في الخارجية ورئيسة الاتحاد العام لمقاولة المغرب وجاء في يومية شروق الجزائرية استفسر ممثل والاتحاد الأوروبي الذي حل بالجزائر في طر زيارة تدوم يومين المعارضة حول رأيها وموقفها من الأزمة التي تعيشها الجزائر قال علي بن فليس في تصريح للصحيفينه قدم خلال اللقاء الذي جمعه بصفته منسقا لقطب قوى التغيير بممثل الاتحاد الأوروبي الذي كان مرفوقا برئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر ومستشار الوفد قدم عرضا مفصلا لمقترحه القضي بتنظيم مسار شامل لحل الأزمة السياسية وفي مقال آخر تخبرنا شروقا الأمين العام لحزب جبهة تحرير الوطني أبدا تحفظات على زيارة وفد الاتحاد الأوروبي وما يقوم به من لقاءة ومشاورات مع عدة أحزاب سياسية وممثل المجتمع المدني مشاككا في نوايا الوفد وقال إن الجزائر لا يمكن أن تكون عرضة للتدخل الأجنبي الرئيس التركي أردوغان في الجزائر بأجندة متنوعات وعنوين الفجر وتكتب شرع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين تعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها في إطار ثنائي لأردوغان إلى الخارج منذ توليه منصب رئيس جمهورية تركيا وقد توجت هذه الزيارة بتوقيع على عدد من الاتفاقية منها اتفاقية تقضي بتمديد تزويد الجزائر لتركيا بالغاز لعشر سنوة إضافية مع مضاعفة هذه الكمية بنسبة خمسين بالمئة الصحافة اليوم جرت حوارنا مع المرشح للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي عن حزب الاتحاد الوطني الحر الذي أكد للصحيفة أن الباجي قائد السبسي يريد المرزوق منافسا له لفرض تصويت النافع رقم إثنان تكتب الصحيفة عبر رجل عن ثقته في بلوغ الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وكان يعول على أن يكون اختيار الناخبين التونسين بعيدا عن مبدأ الاستقطاب الثنائي والتصويت النافع في دعم حركة النهضة للمرزوق بطريقة غير مباشرة ويظن أن يمين النهضة يدعم المرزوق والبقية من أنصار الحركة موزعة على جميع المترشحين وجاء في مقال بالشرق الوسط خادم الحرمين يطلق قطار المصلحة العربية ومصر تثمن رؤيته نشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس مصر السعي لإنجاح اتفاق الرياضة المهمة في مسيرة التضامن العربية وهو ما تصب إليه شعوب المنطقة من أجل يمنها واستقرارها وحول موضوع القدس تكتب السفير قادت العملية الفدائية في القدس المحتلة رئيس الحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى لاستشعر الخطر الجسيمي والمطالبة بحكومة وحدة وطنية تضم كل الإسرائيليين إلا فلسطيني 48 في خطوة نادرة بمفاهم السياسة الإسرائيلية دعا نتنيه بالإسم كل قادة أحزاب المعارضة عاد أعضاء الكنسة من فلسطيني 48 للانضمام إلى حكومة جديدة كاري لفك تحالف منفعة بين الأسد وتنظيم داعش في مقالها ذكرت الحياة اللندنية أن رجب طي بردوغان أعرب عن الإحباط لعدم استجابة واشنطن وحلفائها لشروط التي حددها للدخول في التحالف الدولي العربي ضد داعش فيما قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن ضرب تنظيم الدولة لن يساعد الدكتاتور الجاثمة على صدر البلاد في شارة إلى بشار الأسد لأن النظام والتنظيم يتبدلان المنفعة ويعتمدان على بعضهما البعض اشتركوا في القناة